السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل كنتاكل اصلي اللي كله بيدور على الطرقة الاصلية والطرقة المظبوطة والطرقة الصح ويطلع بالزبط زي ما انتم شايفين بنفس طعم المطعم بنفس كل حاجة بمقادر مظبوطة بمقادر نكحة دجاج وكل صلوه ورز ريزه وكل حاجة باذن الله هتعرفوه في الفيديو اللي لست جديد يا جماعة اشتراك وتفعيل جرس واللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة لان الطريقة حصريها والاول مرة اول حاجة يا جماعة نكت عامل فرختان فانا اقطع قدامكم فرخة الفرخ بتجيبها حتى لو فاها شعر ولا فاها ايه حاجة اقول لك بتقوم اللي انت حطها في الفرزة الربع ساعة بس تمام وبعد كده بتقطعيها وبتقومي اللي انت حطها في محلول مية وخال ومالح وسكر ولمون تمام بعد كده هتلاقي ان ايه اي مثلا ريش كلام من دلازق بطلع معك تمام ما تنظفاش في الاول عشان ما تتعبش ما تتعبش منه اصلا انت هتسيبها في محلول النقعة ده اهم من الخلطة بتاعتها وهو هيكون مش اقل من ساعتين ببدأ ان انا افصل كل الورك عن الصدر وبافصل الدبوس عن كل ويرك وبشل منه من الورك الفاخد المؤخرة بتاعته معايا لازم تعمل العمال اللي انه قلت لك عليها دي تشتريها لسا انتوا شايفين طلع منها الكبدة والانصة بتاعتها اهو بتشتريها وبتقوم حطها في الفرزة ربع ساعة معايا وطبعا ببقوا غسلنا شوية وكده عندي نايا بس بقى حتة لو فيه مسا عن شعرية صفرة كلام من ده معا النقعة هيطلع معاك تمام ما فيش اي مشكلة خالص يعني طبعا فصلت الصدر عن الورك وقطعت كل ويرك الواحده باخد كل جناح بحتة لح على طول اهو بصوا معا زي ما انتوا شايفين لا يا محمد تتنقع وكلام من ده لان بتمقى سهلة في التقطع وبتخلي السكينة تشد معاك مرة واحدة مش تطول وتلاقي اللحم بقى بفتل بقى ودايب معاك لازم تعمل عملية دي بعد ما بتجيبها من الراجل طازة وبتقومي حطها في الفرزة ربع ساعة بابدأ طبعا بعد ما شلته كل جناح بقسم السدر على اثنين بشر الحتة اللي تحت اللي هي بيقسمها كالا اللي واحدها دي وباجع عند بقى قطعة السدر هقسمها على اثنين لان الفراغ بتقطع على تسع قطعة بشل الرقبة كده الاول اهو وبدخل السكينة كده اهو ما تخافيش مش هتعمل فيك حاجة هتلاقي بتمشي معاك ومبس ماشية كده ماشية بسيطة هتلاقي السكينة بتخش تقومي فتحة بس السدر كده هتلاقي تفتح معاك خلاص تقومي اسمها على اثنين بتبقى قطعة في حتة من الرقبة وقطعة دي بتبقى حتى في المطعم كده بالزبط وعلى سن المطعم بساعت بتبقى نفتلة في شوية هنسيبها بقى في محلول النقع اللي انا قلت عليه ساعتين ونعمل بقى كله سلو وبعده الرزق طبعا يا جماعة انا كنت عامل كوروم بسلطة اللي انتو عارفينه ده عامله يعني قبل الحلقة وكده بس انا هعمل واحدة كمان دي كان الكورومباية كبيرة شلت منها لحطة الخضرة بس لما لقاتها مسكر قلت استغلها في كله سلو كده يبقى مثلا مع مشويات مع اي حاجة هو يبقى موجود يعني كسلطة يعني معايا ببدأ اقسم كل واحدة على اتنان وببدأ افرمهم نعم مقدرها ايا محمد عشان برضو نكون معاك على نور بصي الكورومباية لو كالوا مثلا بتاخد تلت جزارات متوسطين وبتاخد بصلايا متوسطة بيضة بصلايا متوسطة بيضة ركز في كلمة بيضة دي تمام اهو معايا هو وبتاخد علبة مايوناز ونص كالوا لبن مع سكر مع زرة ملح مع فلفل فقط لغير بتقلب بقى كل حاجة اللبن مع المايوناز مع البغارات كله معاك معايا قلتلك مقدره مزبوطة في بصل يا جماعة ابيض وبنسبة صغيرة طبعا يا جماعة فرمته نعمة هو زي ما انت شايفينه الجزر بتقطع كده مش بشره بيبقى خشن في المطعم خالص مفيش كلام من ده لا بيبقى نعم مبشور نعم معايا مش بتبقى البشرة اللي هي طويلة وعريضة وحطت عليهم البصلة المتوسطة البيضة مش اللي هي الحمر معايا نبدأ نعمل خالط بتاعهم ان الكورومبايا دي كاية كبيرة انا بس الحبات اللي انا اوريلكم برضو عشان تبقوا عارفين لو انت مش واسكة مع الكورومبايا بتاعتك اللي هي مسكرة هتقوم انت واخدها القلب بتاعها لبيض وتشتغل عليه وقلل لكمية المقادير طبعا معايا اللبن اهو معايا لبن ايه بتنص كيلو زيادة كبايا نزلت عليها بمعلقتان كبار خل ومعلقتان سكر عايزة تزود السكر انت وراحتك معايا والمايونيز برضو عليه اهو دي الكبايا اللي كان فالمايونيز وابدأ انزل بالفلفل بتاعي وابدأ اقلب العملية دو كلها مع بعضا كل المكونات دي بقلبها مع بعضا تماما لحد ما يختلطوا ببعض اهو كله اعمل اعجاب للفيديو طيب يا محمد نعتمد الطرقة ان انت عملت كم واحدة انا معا عن العادي والعادي مختلف وعملت عن الحار معايا بس اعتمد الطرقة دي لان انا اتفاجئت مية في المية من طعم برا مفيش اي ديفرنس خالص اختلاف نهائي مفيش قلبت كل المكونات يا جماعة نزلت بزرة الملح وبعدان بنزل على خلطة الكورومب المفروم مع الجزر مع البصل وبرضو كلمة يا جماعة انا عايزة اقولها لكم انا ما بقولش يا جماعة اي حاجة اللي امرأة ربنا فيها ولو في اي حاجة فيها دليل لازم اللي انا اروه لكم عشان الناس الله اعلم هتجيب فلوس الحاجات دي منين تعبانة فيها ازاي ولا سلفين عشان يعملوا حاجة زي دي لو عندهم معظومة ايا كان فلازم اقدر كده لان لو مقدرتش كده هيعود لكل ده قلبت طبعا يا جماعة كل ده مع بعض واسيبه بقى في التلاجة شوية كده ونعمل الرز بقى الاصلي الريزة طبعا دي يا جماعة مش حلة فال عشان بس ما حدش اقول لي متجرح او كده طبعا هما بستعملوا زبدة فانت طبعا مش هيكون عنده كل الناس زبدة نيوزلندي فانت لو معاك زبدة عادية فزي عدم الزبدة بتاعاتهم بتبقى قوية فنستبدل كل ده بقى معظم البيوت فيها سامنا بلدي ايا كان ممكن تجيب كمية صغيرة مفيش حاجة في برطمانات صغيرة بتبقى موجودة عن الزبدة نيوزلندي في اي منطق نزلت اول حاجة يا جماعة بتلات معالق كبار سامنا بلدي معايا وهنجهز بقى المقادر دي وما تيلاقيش من اي حاجة انا بقولك عليه معايا 13 مكعب مرئ الدجاج بسلطان متوسطين متقطعين مكعبات محملة ثلاث فصوص طوم متقطعين فصوص رفيع مش متقطعين نعم فصوص طولي اول حاجة طبعا بالنسبة لخليط السيل هنزل كده معلقتان كبار ورس شرشير سوس او مش موجود هنستعمل سويا سوس معايا دي الخلطة دي اللي احنا هنعملها لان بقى عندهم مكونات بس انا وصلت لكله للمقادرين دي كل الناس هتنزل عليهم بقى يا محمد عشان تعادل الدنيا دي كلها ثلاث معلق كبار باربيكيو سوس معايا هوا بيستعملوا هم هناك هوتسوس وسانت جورج معايا نزلت بالثلاث معلق كبار الباربيكيو مع الورس شرشير بنزل بعلبة كاتشاب اللي هي بعشرة جناه كاتشاب حار هتقولي هوتسوس بتبقى الميا الشطة السايبة دي مش حلوة خالص ده اللي هتوصل منه للنتجة المزبوطة مش الخالطة الحرة هتخلي لك الرز يعجل ثلاث معايا لقسام نقادحهم نزلت عليهم بالثلاثة شهر مكعب هل ان هي هتبقى غلط وهتبقى حدق يا محمد ما فيش اطلاقا ولا هتبقى حدق ده يبقى ملحا مزبوط نقع سبع كبات رز منقوع الرز لما يتنقع الملحوظة منك بتقوم انت مقلله مقدار الميا يعني السبع كبات بعد ما نقعتهم ثلاث ساعات نزلت باربع كبات ميا بس بقل بكل ضل مع بعضهم وبهد النار لحد ما المرأة تفك معي زي ما انت شايفها لا في حدقية ولا في اي حاجة مزبوط تماما هو بتعمل كده وانتوا اخدين علي اللي انا بنزل الحاجة بالزبط اهو بابدأ اللي انا اقلف فيه اسب البصلة بس تتبل مش تاخد لون على نار هادية اهو المرأة فكت وبقت تماما هي معايا والبصلة دبلت زي ما انتوا شايفين بتنزل بعد كده بقية يا محمد بنزل بعد كده باربع كبات ميا اهو منزلتش لسه بالرز اربع كبات ميا ولسه طبعا منزلناش بالخلطة اللي احنا عملناها المكونة من ورست شرشير وباربكيو وكاتشة بحر اهو مش هتبقى هتبقى حر يا محمد على الاطفال اطلاقا المقدار اللي انا اقيلهولك مش حر على الاطفال خالص لان انا كنت عمل برضو الحاجات دي الاطفال والله العظيم وسنهم صغير بقلب كل الخلطة اللي احنا عملناه وبنزل بهم على الميا بالبصل بالدنيا دو كلها وبابدأ بقى خلاص انا اتأكدت ان البصل غلفت ومادة سايلة بابدأ اللي انا عالي طب هو مسفر الله منك كده يا محمد ده ببقى احمر اما النار تقلب يا جماعة هتلاقي اللي لونه بقى محمد خالص هنسيبه يقلب على النار ونرجع لسه ما حتى ناشر رز طبعا قلب هو نفس اللون هو نفس الرحة بالزبط بعد كده بنزل بالسابع كبات رز اللي مخصول ومنقع وقال السابع كبات رز لو منقعين بياخد اربع كبات مية من الكبات الفرنساوية العادية اللي موجودة في اي بيت اهو كل حاجة قدامنا نزلت طبعا بالرزة اهو هيقلب معايا هد النار لحد ما يستوع نبدأ نشتغل في الفراغ بقى ونشع طبعا يا جماعة معايا فرختين كده ببدأ اللي انا اقسم كل فرخة في كيس كيس لبن فاضي الفرخة تتقطع على تسعة وانتو شفتم بعد ما تنقعت معايا في محلول النقع اللي انا قلت على وشلت منها اي لو في اي شعراي اي حاجة من دي تاكس خلط الكنتاكي الاصلي وشوفهم كونات اهو شطة وطوم بودرة وملح طيب يا محمد احنا مش معانا الكيس تا معاك نعمل اه انا مش مستعمل الكيس يا جماعة ما هو الا الدليل على كلامي بصهم انا هنزل بتلات معلق كبار شطة عليهم معلقة كبيرة طوم بودر اهو دي شطة عادية خالص اهي زي ما انتو شايفين اهي وعلى المعلقة الكبيرة طوم البودرة طيب يا محمد دي الكل فرخة لو انت عاملك ما يحطهم كلهم عليها ما تزودش المقدار الاول لا الدور اللي ببقى اول ما تتكسفش ولا حاجة نزلت عليهم يا جماعة بكباية ونص مية من الكباية الفرنساوي ببدأ اللي انا اقلبهم وبنزل بملح معلقة ملح بقلبهم في بعض طيب يا محمد عندنا اطفال وهتبقى حارة لا مش هتبقى حارة اطلاقا لاني مش هقولك بيتها فقط 12 ساعة انت بدأ منقعتها في محلول النقع اللي انا قلت لك على المية والخل والملح والكلام ده تمام معاك كده ولازم تتنقع فيهم كده تمام تقوم بس ممكن تحطها في الخلطة كمان 10 دي وتشتغل اللي هي الخلطة دي ولا تبقى حارة ولا حاجة طيب العادي يا محمد بتاعك انتاكي العادي بتاعك انتاكي فيه هاي ديفرنس عن الحر تماما ده تكنيك وده تكنيك مختلف تماما بس ما هي الى الا تقطعة الفراخ بنزل بجزء من الخلطة على فرخة والجزء التاني على فرخة وبفضل هو بقى في الكس اللبن الفاضي اللي احنا حطين فيه كل فرخة الواحد اهو عملت معاكو شطة بودرة وطم بودرة هو وما ظهرت بالكيس الا دليل على كلامي طيب يا محمد وما لقى بغارات كنتاكي وقال لي بنشافه 11 سبايسيس على المطعم والكلام ده 11 سبايسيس ده ده كنتاكي العادي اللي كل مكوناته بغارات اللي ما بتتبلش اصلا اللي بتعمل ببط بودرة ولبن بودرة ودقيه وما بتنقعش قال لي في محلول النعو وبتعامل مباشر وما بتقالاش في فراير بتقالة في بريجر فراير اللي هو زي حل الضغط بس مضغوطة بس بالكهرباء بنزل بقى معايا بص بقى عشان ده خطوة مهمة خالص وسر مني بس نزل وعملوا اللايك بقى وده لسه جديد اشتراك وتفعل الجرس انا معايا مياهو مياه عادية خالص لا اقولك حط مقعبات تلجو على حاجة بص بقى انت الفرخة بتاخد قدية منك بالضبط يا محمد ايه؟ الفرختان خدوا مني يا جماعة كيلو نص بس انت بتحط الدقيق ازاي يا محمد؟ بحط الكل دور نص كيلو تمام بعمل خمس قطع الصغيرين اللي مسكة بقى الحتة السدري الاخيرة بالدبابيس باللجنحة الكلام ده وبقال طيب يا محمد لو حطنا الدقيق كله مرة واحدة الدقيق لما ينزل في المياه الفرخ لما تنزل في المياه وتنزل تاني للدقيق وتقلب فيه هتلاقي الدقيق خشن معاك وحجر معاكش هتعرف تعملي اشرة كويسة فعندهم هناك زي منخل تلقائي بالكهراء بنزل جزء بجزء 100 دقيق وبقالف الفرخ من تحت الفوق 10 قلبات اهو بس اعم حاجة دقيق كل دوره والتاني لازم يتنخل منتش عايزة تنخل وما فيش وقت انزل بنص كيلو نص كيلو تخلصت دور نزلت بنص كيلو اللي وارا تخلصت دور نزلت بنص كيلو اللي وارا والدنيا تمام معاك وزي الفل كمان الدي يا محمد على بغارات لا ما فيش بغارات اطلاقا العدل اللي بيحتاج بغارات لان بغاراته في الديق الحر بغاراته في تدبيل والعادي ما بيتتبلش معايا خالص تمام الاشرة يا محمد هيبقى لها طعم هتبقى لها طعم هتقلقيش من طعم الفراخ وهاتجرب ما بقول لكم لا فيه نشا ولا فيه بكينج بودر ولا فيه اي حاجة من لان اسمعتها دي خالص ولا فيه مرء الدجاج ولا اي حاجة قلبت طبعا الفراخ في الدقيق عشر قلبات بقوم نعمل نفضة كده بسيطة بقوم نزلها في المياه ثواني بلت خلاص بنزل قلب في الدقيق وعشر تقلبات اهو بتحط في المياه محمد كم مرة عندك مرة او مرتين براحتك اللي انت عاوزه حسب ما بتحب كسافة القشرة وعلى حسب برضو سنان اللي انت هتأكلها له اهو بصهم القشرة عاملة ازاي بصهم اهو ولا مصفة ولا اي حاجة دي نزلت مرة واحدة بس الزت طبعا في القلقية الكهربية على درجة حرى 160 وسخن طب لو هم عندناش قلقية كهربية محمد على البوتوجاس في العنى المتوسطة بتنزل بالخمس قطع الصغيرين الاول والزت والع معاك تماما وبعد كده بتنزل بالاربع قطع الكبار اللي شاملين الفخاد واللي شاملين كتعطان الصدر الكبار وكده معايهم طب يا محمد هتطلع معانا 100% وزاي المطعم ازاي لما يكون معاك قلقية كهربية شافها هتطلع نتيجة 100% بصوا القشرة عاملة ازاي ومسكة بصهم لكفر اقولك هيوقع ولا هيجرح ولا اي كلام اللي انتو بتشوفوه ده خالص هتقعد للخمساشر دا ولا الاربع وارجعلكم نشاف الرز بصوا ده الرز اللي احنا بنجيبه ولا لقيا يا جماعة مفلفل ومشاء الله قدامنا هم مفقوش اي مشكلة من المشاكل تماما اه دي الوصفة الاصلية يا جماعة ومفيش اي كلام خالص اه الرز ما شاء الله معانا هم مفلفل اللي احنا بنجيبه نشاف بقيا يا جماعة الفراخ بعد دقيقتان شكلها عامل ازاي عشان محدش يكذبني اه دي بي دقيقتان لسه مستودش بصوا شامها يتغلطول ازاي هسيبها بقيا الاربعتاشر او الخمستاشر ديها ونرجع نشافها من البسكت هين شافوا اللون بس عامل ازاي مش هي دي اللي احنا بنجيبها ولا لأ ده كمان انضف دي ما بتتبعش على في الدول الغربية او الخليج لانه هم عافينا ضفة بالزيادة اللي بتبقى عندنا بتبقى غامقة شوية بصهم يا جماعة هو ده اللي احنا بنجيبه ولا لأ هو ولا لأ شافوا اللون شافوا القشر عامل ازاي كل حاجة قدامنا هه مفيش اي اختلاف على طول هدموا بقى في علبة من علبة كنتاكي كده اننا عند علبة كتير تحل الشكل طبعا مع علبة وفرشت فيها اللي هو منديل من منادل المطبخ اهو وبنزل بالقطع ده لسه اول دور يا جماعة شافوا القطع ده انت هتجبها من بره بكام وهتكلف الكام فانت اعمل في البتن اعطيلك الوصفة مية في المية نفس الطعم الاصلي معايا يا جماعة مية في المية اهو طبعا يا جماعة خلصتهم كلهم اهو ومشاء الله شافوا اللون اهو ده العلبة ها اللي انا ورتها لكم شافوا لونه عامل ازاي وجميل ما شاء الله ما فيوش اي حاجة اللون الدهب اللي احنا بنشافه بس في الاعلانات ما بنشافهش في المطعم يعني انت طلعت نتيجة ما شاء الله يعني ما انسونش يا جماعة في الاعجاب عشان خطري لازم كل الناس تستفاد من الفيديو ده يا جماعة عشان خطري وانا وعدت الناس اللي انا هوزع خلطة وكده وهد ان شاء الله اهو بصوا يا جماعة عاملة ازاي ولونها اهو شفتوا حد طلع الوصفة دي كده يا جماعة اليوتيوب تماما ما تزعلونش بقى وحطوا اللي لايك لانه انه جايب لكم الحاجة بالملي واللي انتو متعرفوش عن محمد اللي انا من طبعي اللي انا بقلق بحب الحاجة بالزبط لو ما طلعتش معاي النسخة تبكي الاصلم الاصلية بداي حتى لو ادفع فلوس الدنيا بس اطلع نفس النتيجة اللي انتو متعرفوش عني يعني فربنا بيحبوك لو اعلكوا الفيديو ده بصوا يا جماعة ما شاء الله نشوف بقى يا جماعة الرز بقى بعد ما تقدم اهو ما شاء الله هو اللي انت بتجيبه ولا لا وفر واعملي لو عايزة تعمل مشروع اشتغلي فيه ناس عايزة تشتغل وتبيعوا وكلام من ده اشتغلي اهو والكل اسلوه يا جماعة اهو ما فيش اي حاجة واجبه انت بالجباب كام ده التسع كطع بمتان دول كان كطع تمنتاشر وغير واحدة عاملة عادية فدول تجيبوهم بالشائل فلان اتضربت على خمسمائة جناعة والتكلف اصلا ما تخشش على متان جناعة وعملت كل حاجة في بيتك والدنيا تمام ودعي البيتهم يا جماعة وكنت تقليفها بطاطس وانا عملت البطاطس البون فرات معاكو قبل كده وسلاموا عليكم يا جماعة ما تنسونيش بالله عليكم في الاعجاب كلكو يا جماعة وسلاموا عليكم